السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين ومتابعين ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأستعرض فيه خبرا عاجلا يقول هجوم حوثي جديد على المستوطنات الإسرائيلية في البحر الأحمر وإلى التفاصيل تعرضت مدن الاحتلال الإسرائيلي على البحر الأحمر اليوم السبت لهجوم جديد وأفادت وسائل إعلام عبرية بتشغيل الاحتلال لصافرات الإنذار في سماء مدينة إيلات عقب رصد ضائرات مسيرة في حين تحدث ناشدون عن انفجارات في المدينة التي ظلت مؤخرا هدفا لقوات صنعاء وتتعرض المدينة الواقعة على البحر الأحمر لهجمات متصاعدة منذ أكثر من أسبوع لتزداد وطيرتها مع إعلان متحدث قوات صنعاء رسميا دفوز صنعاء على خط ضغفال الأكسى رسميا ويعد الهجوم هو الخامس منذ أيام ومن جهة أخرى كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن دخول اليمن خط المعركة على الاحتلال الإسرائيلي جعل الأخير لتغييرات كبيرة ولافتة في استراتيجيته اتفاعية ورفع الوتيرة عاليا لدعم التسليح وتطوير اتفاعات ونشر موقع يانت الإسرائيلي إن الكيان يقوم بنشاد عالي بشراء القنابل والصواريخ والطائرات بدون ضيار وأصلحة أخرى وذلك استعدادا للقتال على عدة جبهات مضيفا أن السبب في رفع هذه الوتيرة عاليا هو إعلان اليمن الحرب وقيام الحوذيين اليمنيين لإطلاق دائرات مسيرة وصواريخ باليستية وصواريخ كروز على إسرائيل وكشف الموقع أن السلطات الإسرائيلية أنفقت حتى الآن حوالي مليار ونصف دولار على شراء الأسلحة التي ينتجها المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي وشراء الأسلحة من دول أجنبية أيضا وأن هذه الأسلحة التي يجري شراءها تستخدم في ساحة القتال وفيما يخص اليمن كشف الموقع أن إسرائيل رفعت وطيرة دعم هيئة تضوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية بعد الهجمات التي بدأت تتعرض لها إسرائيل من اليمن بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والمجنحة مضيفا أن إسرائيل أمرت هيئة تضوير الأسلحة بوزارة الدفاع باستثمار أكثر من 750 مليون دولار في تضوير إجراءات لتعزيز القزرات الدفاعية لمواجهة الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وجاء في تقريب الموقع أن دخول اليمن وتعدد الجبهات على الاحتلال الإسرائيلي دفع الأخيرة إلى تحويل 651 منشأة صناعية مدنية إلى العمل في الإنتاج الحربي كما قامت السلطات الإسرائيلية بمصادرة آلاف الشاحنات والسيارات المدنية لاستخدامها كمعدات عسكرية وفي ذات السياق أكدت حركة أنصار الله الحوتيين في اليمن استمرار العمليات الهجومية ضد إسرائيل حتى وإن دفعت بالسعودية والإمارات لتحريك الجبهات وقال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله حزام الأسد في تدوينة الله على إكس باللغة العبرية لن يجدي العدو الإسرائيلي نفعا دفعه للنظام السعودي والإماراتي تحريك جبهات الحدود والداخل سيستمر الضرب عليه طالما استمر عدوانه على أهلنا في غزة مضيفا سيتم توسيع قواعد الاشتباك وضرب أدواته في مواطق أشد إلاما وحساسية نحن لم يعد لدينا ما نخسره ونقول لأهلنا في غزة نحن معكم انتهى القبر وأرجو منكم كتابة آراءكم في التعليقات وذلك لمعرفة مدى الزخم التي تنتجه الضربات اليمنية لإسرائيل أشكركم على حساب المتابعة والإسرائيل ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وهذه خالص صحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته